رح أول شي نبلش بأمور الدراسة والعمل بعدين نفصل شوي بالعلاقات العاطفية للمرتبطين والأزواج طبعا والمنفصلين أو المطلقين عم بشوف أخبار حلوة بتوصلك على صعيد الشغل أو الدراسة عم بشوفك من فترة الفترة الماضية كانت شوي اللي هي مفيش إشي جديد مفيش تغيير لكن عجلة الحظ معاك ببرج الجوزاء في لأنه أصلاً بيّن عندي كتير خبريات حلوة في أكتر من خبر فعجلة الحظ معاك إذا كنت عم تدرس لو درست 30% رح تجيب نتيجة 80% لو يعني رح تحتاج لجهد أقل لأنه الحظ معاك رح يلعب اللي هم الناس اللي عم يدرسوا الناس اللي عم يشتغلوا كانوا عم يبعدوا عن كتير أشخاص بالعمل وكأنهم كانوا لحالهم أو اختاروا الوحدة بالعمل في طابة سلبية كانت موجودة عندك تجاع الآخرين لكن عم بشوفك في النهاية كان كتير إنك تكون في مناخ أنت صنعته مناخ كتير خصب كتير حلو عم وصلت له في إيدك أنت أنت اللي غيرت أشياء ووصلت لهذا الإشي عم بتبين عندي طاقات هوائية نارية برضو برج التور بيّن عندي إذن جوزاء حبيبي بالنسبة للعمل الأمور رايحة للأفضل في فرصة إذا كانت عم تستنى فرصة عمل فيه اللي هو مش إنك تستلم العمل دغري لأ رح تكون في بوادر كتير خير عم توصل لك خبريات لها علاقة بشغل للناس اللي عم يستنوا فرصة فرصة عمل من نساء ورجال وأكتر هم رجال اللي عم بلاقوا فرصة جديدة حلوة عم بشوف الطريق كنت تسالكها قبل بطريقة خاطئة لكن الآن عم بتشوف الأمور أوضح عم يتكشف عندك أسرار عن اللي حواليك لكن عم بشوف لأ في حظ وفي ناس مأهورين من هذا النجاح اللي أنت عم بتحققه يا برج الجوزاء إذا كنت عم بتفكر فيه دراسات عليا أو كذا هذا الوقت المناسب إنك تكمل وإنك تبادر عم بشوف فيه طاقة سفر وخاصة للي عم يشتغلوا واللي عم يدرسوا فيه عم بتفكروا إلكوا فترة في السفر فإجا وقته خلاص إذا كنت عم بتفكر زمان مجرد تفكير الآن عم بشوفك بتدور على السبل اللي بتخليك تسافر ما وعرف لهجرة أو كذا فعم بشوفك عم تمشي في إجراءات وهي الإجراءات كلها عم بتروح للنجاح لأنه الحظ معك عم يلعب دور كبير إذن فيه تغيير بالطاقة حلو للناس اللي عم يشتغلوا ويدرسوا في عندهم عجلة حظ حلوة ولبرج الجوزاء كله هاي العجلة طلعت عجلة الحظ خلينا نشوف الارتباط هلأ الناس المرتبطين وموجودين مع بعض وللناس المتزوجين برضو بنشوف كمان للعزاب إذا فيه شخص جديد في حياتهم تغيرات على الصعيد العاطفي حبيبي عم بتطلب هيئة جديدة عم تهتم كتير في أول شيء للعزاب طبعا عم بتتفكر بأمل كبير ب قلت الارتباط وعم تيجي بوادر خير عم يجيك شخص معه فلوس يعني ماديا كتير غني وكأنه مدير أو صاحب بزنس عم بيكون كتير ماديا مرتاح وشخص أيضا رومانسي لكن بيغلب عنده العقل على القلب هذا الشخص اللي جاي في حياتك للعزاب عم هذا الشي عم بيعطيك أمل كبير في الحياة وكأنه كان إشي في السماء يعني نجمة هيك وقربت لك كتير أول شي كنت وحيد وهلأ في بوادر خير يعني لا بالنسبة للعزاب خلينا نسحب لأزواج والمرطبطين المرطبطين نبين عندي فيه فيه شوية علاقة ثلاثية خلينا نشوف وانت عم تختار انت بين خيارين بين شغلتين إلك فترة عم بتفكر فيهم كنت مغمض عن العلاقة إما الثلاثية أو مش حابب إنك تشوفها مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك عم بحسك كتير حاطط يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز لكن بالفترة الجاي رح تكون متأهب يعني انت خايف من الطرف الآخر بإنه يترك أو يكون فيه علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية بين موجودة ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية ممكن تدخل من شخص ثالث إما من العائلة أو طبعا القراءة ممكن تنفع إنه تكون عكسية لكن بشوف بالنهاية يعني شي كتير حلو شي كتير حلو يعني قربت كتير من الارتباط إذا كنت اللي هو الارتباط الجدي صرت كتير قريب منه لكن ما وصلت له مية بالمية لكن أنت في الطريق وآخر آخر مرحلة في هذا الموضوع عم بشوفك كتير مبسوط إلا الأمور اللي عم بتسير وكأنه في بشاير في الموضوع أو في شغلات بتدل إن الطرف الثاني عم بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة أنت كمان عم بشوفك بتحبه أكتر تتمسك فيه أكتر نتيجة قرارات هو رح يتخذها أو عم يتخذها حاليا عم بيحاول هو يبعد كل المشاكل والأطراف اللي عم تتدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع وإذاً ورق كتير إيجابي بالنسبة للمرتبطين ولكن في أوراق بتحكي لك إنه كون حذر في إنه تاخد قرار في هذا الموضوع خاصة إنه في شخص ثاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي إنت معه ولكن في شخص عم بيشوفك من بعيد وإنت بالأخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي إنت معه لكن بيحذر عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الأخيرة وأنا بنصحك بهذا الإشي يعني لأنه بتظل الأمور مبهمة عبين ما تصير الخطوة بس فيه يعني فيه خطوات حلوة ممكن يكون فيها الطرف الثاني فيه احتمال 90% يمكن كتير ورق حلوي يعني نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع أو بتتشوف يعني فيه ترك نهائي للعلاقة ولا فيه اللي هو ممكن إنهم يرجعوا حاول نشوف إيش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج إذن الجوزاء كان فيه أشخاص متدخلين كتير في العلاقة فيه وحوش فيه عندك 1 2 3 4 5 فيه ناس كتير كانت مش حبة هاي العلاقة إنها تكون من الأساس وكأنها كانت تسيطر على الحبيب أو الشخص اللي أنتو تركينه هاي في الطاقة القديمة طلعت عنا إذن مش حاليا ولا مستقبلاً لكن الحبيب عم بيفكر فيك بكتير يعني اللي هو أنت مسيطر على كل تفكيره عم بيفكر فيك خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر عم يحلم فيك مبين أنه حارب من أجلك لكن فشل بالفترة الماضية أنت ما كنت عارف لكنه كان يحارب أطراف معينين لنجاح هاي العلاقة لكن في غموض وفي تكتم بعدين صار يحس الموضوع أنه صعب كتير يكمل إما بالنسبة للصراعات اللي بناتكم أو بالنسبة الأشخاص حاولوا أنهم عن جد يسيطروا على تفكيره ولكن عم بشوف أنه عم تصفى الأمور مخه عم يصفى تفكيره عم يرجع لعقله عم بتذكر الأشياء والأماكن اللي كنتوا أنتوا تروحوا عليها عم بشوف طاقة نهرية ترابية وهوائية في الموضوع في برضو خبرية في إشي بجمعكم مع بعض وكأنه عم يوصلك خبر فبيهديك نفسياً وبيخليك اللي هو يعني بردت شوي أعصابك وصرت على أمل كبير أنه يرجع في بوادر خير عم بتبين كتير محفوظ راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين في إذن هذا بيعني أنه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع عم بالأخير عم يتملكك عم يمسكك في إيده لكن في أشخاص في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع لكن أنت راح تكون عارف يعني أو أنت عارف من البداية أنه في شخص ثالث لكن هو بالأخير راح يمسكك في إيده ورح يتملكك ورح تكون إله هو إلك واللي مبين عندي أكتر أنه هو الطرف الثاني عم بيحبك أكتر يعني أكتر الأوراق بتبين أنه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده أكتر شاي مع أنه مخبي حاله شوي لكن أهو عم بيشوفك كتير كنت مجروح وهلأ في موضوع عم بتخليك كتير سعيد المبادرة راح تكون من الطرف الآخر أكتر مبين مبين أنه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص عنده أحلام وطموح كان مأخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوع مبين حتى أنه فيه بعد الرجوع فيه ممكن احتمالية ارتباط لكن عم تكون أنت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع لكن عم بيصير في الأخير كنت كتير هيك بأرق يعني أو حتى كانت صحتك مشوى لابد لكن الأمور عم بيصير بطريقة حلوة خلينا نشوف إذا فيه نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية نصيحة لازم تسمعها خلينا نشوف شو ممكن يطلع دائماً إحنا بنا يعني بحاجة لنصايح لشوية هيك بصيرة تعطينا الأمل ممكن أو بتوجهنا تكشف لنا أمور عم بيحكي لك إنه أكتر الأغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من أخطائك برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص فبيقول لك اتخذ يعني اتخذ قرار في هذا الموضوع إذا فيه شخص يعني عم بيحاربك وكذا خلص إبعد عنه بلا من الحروب لإلك بالفترة الجاية عم بيقول لك كون هادي لأنه الكون مخبي لك أشياء حلوة ولكن رح تكون بكتمان يعني وكأنه إنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير صرت أكتر حكمة أو الكون بيحكي لك صير أكتر حكمة وتكتم على الأمور ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الآخر خلي فيه شي إلك مساحة إلك فكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك ها بيحكي لك بقى ورق كتير حلو اللي هي بيحكي لك أن الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم حاول أنه ما تكرر هذا الإشي في حياتك أو ما تعطي فرصة أكتر من فرصك أنت عم تعطي فرصة كتير لشخص معين فالكون عم بيحكي لك لا اتخذ قرار في هذا الموضوع حب حالك أكتر لكن أنا شايفة يعني طلع كتير فيه كوت حلوة من بعد هذا من بعد شرحه كبير وغدر كبير لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحالية وكأنك بذلت جهد لحتى تغير طاقتك ببشرك أنه فيه كتير أشياء حلوة ناطريتك إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين الحظ معاك هالفترة كمان بالنسبة للجوزاء بشكل عام نصيحة أخرى أو حلينا نشوف الورق اللي بتطع عم بتكون منتصر فببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بتطلع عم ترسم بحكي لك أرسم طريقك في نفسك ما تستنى الآخرين يساعدوك بحكي لك فيه أموال جاي فيه أموال رح تمسكها في إيديك لكن رح تصرف كتير فكون حذر من هاي الناحية رح تكون محارب في الفترة الجاي لكن انت على نصر مقبل فبحكي لك تطمن يعني الشغلة اللي كنت تحارب عشانها رح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الإشي أنا بتطلع له أكتر للعلاقة العاطفية بحكي لك عندك كل شي أنت عندك ممكن جمال مادة عندك استقرار عندك حكمة عقل فكل هدول الأشياء بحكي لك استعملهم في العلاقة خاصة العاطفية من ناحية عاطفية إذن هذا كل إشي بالنسبة لبرج الجوزاء ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع وإن شاء الله بتستعملوا بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها واللي هي مجربة مني شخصيا ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها يعني عن الموضوع عن موضوع التخاطر وقانون الجذب فأكتر من طريقة مجربة ممكن إنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينة أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها فقد لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوة ممكن توصل لتسعين بالمئة من اللي أنت بتكي إياه شهر تموز كتير عم بيكون الحظ معك في بلعب دور عم تحصل على شغلات ما كنت متوقعها أصلاً وما كنت عم تستناها بتحصل عليها هيك فجأة وبتفرح بتحصل علي فرحة وفي شوفنا أخبار وراء بعض بيجو كلهم سعيدين اشتركوا في القناة